إلى ولاية الأهوات حيث استفاد 260 مريضاً مصاب بداء الماء الأبيض في ولاية الأهوات من عمليات جراحية مجانية بمبادرة من جمعية تجمي بغردايا بالتنسيق مع مستشفى حميدة بن عجيلة الأيام الطبية الجراحية لمرضى العيون بالأهوات تندرجة من الطبع الرابع عشر للأسبوع التضامني لجمعية تجمي الإنسانية لبلدية العطف بغردايا بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاستشفائية حميدة بن عجيلة وذلك باستعمال آخر تقنية حديثة في الجراحة وهي تقنية فاكو بمشاركة طاقم طبي جزائري متخصص في طب وجراحة العيون وطاقم شبه طبي من مختلف ولايات الوطن منخلطونها في الجمعية ومستوعون في النشاط الإنساني والتضامني التفاصيل في ميكروفون مصطفى بن مسعود للتكفل بما يقارب 260 مارين من الفئات الاجتماعية المصابين بداء الماء الأبيض أو الكاتاركت هذا البرنامي اجتمع بالتنسيق مع وزارة الصحة ومدرية الصحة ومستشفى حميدة بن عجيلة لولاية الأغواط هذه الطب 14 الأسبوع التضامني التي تبدأ من 6 إلى 10 فبري خاصة بالأيام الطبية الجراحية في طب العيون تحت شعار عيونكم وعيوننا